اصبح المغرب اول بلد عربي يصل لدور التمانية في كاس العالم الف مبروك لكرة القدم وده بعد تغلبه بركلات الترجيح لعبه بانلتي على اسبانيا في دور الستاشر النهارده المغرب انتصر عمليا 3-0 بانلتي او رجلات الترجيح وده بعد تعادل الفريقين 0-0 بعد وقت اضافي في استاد المدينة التعليمية فيصبح رابع منتخب افريقي يصل لربع نهائي كاس العالم بعد الكاميرون والسنغال وغانا الكاميرون والسنغال بالمناسبة لما كانوا بيلعبوا ووصلوا كان البطولة 24 فرقة وكانوا بياخدوا اول تاني تالت غانا والمغرب وصلوا لما بقت البطولة 32 فرقة وبياخدوا اول تاني بس الفرق اللي لعمت معها المغرب الحقيقة اقوى حبتين من الدوحة الناقد الرياضي احمد عبد الباصط اهلا بيك احمد مساء الفل يا سيد يوسف زي حضرتك مساء السكر عامل ايه اه زي الفل والكاتر كلها بتتكلم النهاردة مغربي العرب كلهم بتتكلموا مغربي النهاردة والشوارع انا مش عادر اوصف لك الجو هنا عامل ازاي لك انت تتخيل نفس احتفالات الفين وستة بالضبط لما مصر كلها نزيت الشارع هنا بس الناس كلها زي انا اسمعت خلالكم انت بتتكلم ان كل الناس لابسة شيرت المنتخب المغربي متعرفش تفرز ده من ذا يعني متعرفش ده تونسي ده مصر ده جزائري كل الناس هنا في ملحمة عربية زي ما كانت في الاستاد فهي برا الاستاد اه انا كنت عبر فارج على مصر كان جنب عسام الحضر قال لي انا جسمي باشعر من المشهد ده انا عشته قبل كده وحس ان مصر اللي بتلعب اه قاعد اه بينفعل مع كل كورة ليسين بونو فلا الجو والمتع اللي شدناه هنا والمتخب المغربي اللي علة طموحات وامل العرب هذه البطولة لا اه يعني انا المفروض تحسدوني ان انتوا مجردش تتركتوا على كافة العالمين اه يعني احنا نحن نغبطك مش نحسدك ربنا يحميك ويحفظك طب بما انه كنت قاد مع صم الحضري بقى حبيبي ايه رأيه في بونو اه كان كان معايا في ماتشه لا هو قال لي الحضري واحنا بنتفرج انقص كورة في ديئة 75 كانت فاول اه قال لي الكورة دي كورة الماتش يعني وما كانت شinte الماتش خلط قال لي الكورة دي هتبقى كورة الماتش فقالتولو طب ما تقيم بونو يعني انا عارف ان انا ممكن اعمل مداخلة بعض الواقعة بعد الماتش فقالتول طب قايم ويعني غاHighس اقول رأيه قال لي عقيمه لو وصلوا ضربات جزاء موصول ضربات جزاء هقول لك الرقم لما وصلوا ضربات جزاء وصلت ضربتين جزاء وراح مع التالتة اللي جات في القائم قال لي أديله عشر من عشر لأنه عنده ثبات فعال رائع جدا قال لي أنا متابعه في الدورة الأزباني قال لي كمان أنا بتواصل معه هو بيتواصل معي ولكن هو حاس زيو مستوى ثابت وبيتجي لعابة والسلخة قوي جدا حتى في الملعب والكاميرا مش عليه كان بيطلع يتكلم مع وليد الكراك المدرب ويقول له نعمل كذا أو كذا قال لي ده قائد داخل الملعب فلا كل لعيب بصراحة مش هنبخز حد في اللعيبة ولكن بوند عريس الليلة هو أفضل لعب في المباراة تعليق الحضر عليه أنه هو ياخد عشرة من عشرة المنتخب المغربي من أول الحارس لللعيبة اللي وليد الكراك للكمهور اللي جوه الملعب اللي ما عادش دقيقة في ملعب المدينة التعليمية النهاردة وبيشجع اللعيبة من الأول دقيقة لآخر دقيقة لأ هي كانت كلها ملحمة بقى أنا مش قادر أقول لحضريك أنه مثلا لا القطريين والمصريين والجزائريين والتوانسة والمغربة كلهم النهاردة كده لابسين الطقم ورافعين عالم بتاع منتخب المغربي طب قول لي خدتك المناقشة أنت وحضري على المدير الفني المغربي الركراكي اتكلمني على الركراكي قال لك تموثه تموثه هو اللي موصله لده هو عشان مدرب وطني فقادر يزرع الروح وسط اللعيبة صح قادر يعمل اللي كان بيعمله معانا الكابتن حسن شحاتة قال ممكن ما كانش يبقى الكابتن حسن شحاتة أفضل مدربين أجانب في السيرة الزاتية في المستوى الفني ولكن احنا بيناف عندنا اللعيبة لما يبقى في المدير الفني ما بيه خلاص يروحوا لمعسكر ويروحوا لكن حتة زرع الروح حتة ان احنا الجمهور محتاج ايه اللي يحس بيها المدرب الوطني فقال هو وليد ما حسسه كابتن مدرب الكراكي محسسه بهذا الانطباع وهذا الشعور لانه حتى هو يفعل خط انفعالاته انت الصعود المغربي هو صعود وطني خالص مدير فني مغربي اللعيبة كلهم لما بيقفوا معاه او هو بيحمسهم خلاص هو الانطباع بتاع الشارع وصل لهم فقال ده اللي بفرق بين المدير الفني الاجنابي والمدير الفني الوطني قال ان هو فكرني جدا بكتن حسن شحاتة قبلت حتى كابتن حسن شحاتة قبل المباراة النهاردة الضهر فكنت بتكلم معاه قال لي انه خايفة من ازفانيا ليه والناس كانت شايفة ان السعودية لما كذبت الارجنتين هو مش اعجاز في كرة القدر احنا كنا بنعمل هذا الكلام ولكن يبقى فيه روح عند اللعيبة فيه حس بالناس اللي في الشارع اقدر يزرعنا ده فيهم بعد كده لو احنا حسنا بان احنا بنلعب رجالة التوفيق بتاع ربنا بالاول وفي الاخر لانه انت وارد جدا بتوقع فنيا فرقة عالية جدا نهاردة ازفانيا ونقول انها مرحتش يا راحت على مرمى ياسين بونو اكتر لما المغرب راحت على مرموهم ولكن في النهاية الروح العالية والتأفيل والتوفيق بقى جي في المرحلة الاخيرة نسيجة كل العوامل اللي بشرحها لحضرتك طب قولي يا احمد المتش الجاي هيبقى يا بورتغال يا سويسرا صح كده بالزبط طيب اللي انا فهمه بس انت اكيد تفهم كورا حسن مني 30 مرة يعني انه في كل الاحوال اللي يعدي اسبانيا هيعرف ييجي على البرتغال وييجي على سويسرا بس النهاردة كان عندنا اكتر من اصابة فانت توقعاتك اين المتش اللي جاي بلغة كرة القدم هو اللي يعدي اسبانيا واللي يعدي بلجيكا يعدي البرتغال او سويسرا وان كان البرتغال اقرب لانه كاسبان بس بلغة كرة القدم برضو ما كانش حد يتوقع ان المغرب يتخطى لا اسبانيا ولا يتخطى بلجيكا ولكن احد يتوقع ان الشرادية تفزع رجنتين ولكن المعطيات اللي حوالين الموضوع المعطيات دي حالة اللعيبة في اليوم المطش ده الدوافع اللي عند اللعيبة واعتقد ان الدوافع عند المغرب زادت جدا لان اي منتخب في المنتخبات اللي صعدة لدور التمانية عاد هيعمل حساب اول المنتخب المغربي لان ده منتخب مطلع اتنين من المصنفين عالميا بالشيكة او اسبانيا فبالنسبال وعنده دوافع الاجابية الاهم من ده ده كله ان انت بتلعب على ارضك بتلعب وس جمهورك فبالتالي الافضلية ليك فيما كل يعني كل حاجة تخص المباراة عندك افضلية مع ادى ارضية الملعب فده بتبقى في حالة اللعيبة وتوفيقهم وانا اتوقع اتوقع ان المنتخب المغربي عايز يوصل لابعد نقطة ليه في المونديال لانه لما نبص على المنتخب المغربي والله اشرف حكيم وحكيم زياش وهن فهما لعيبة مؤسرين جدا في اوروبا وليهم نسمعهم وليهم تقلوهم نفس الحكاية بتبقى في المنتخبات اللي بتقابلنا اعتقد ان هذا الامر هيبقى عوامل ايجابية يتبقى فقط التوفيق سواء سويسرا او سواء البرتغال فده ان شاء الله يبقى يومها اللعبة تكون في حالتهم يعني يا رب يا رب اشكرك جدا 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 يا احمد الف شكر وسلم لنا على كابتن عصام الحضري وان شاء الله ترجع على الف سلامة وعلى الف خير وان شاء الله يا رب يوفق المغرب ويغلبوا المرش اللي جاي برضو يستمر سلم الصعود شكرا جدا زمينا العزيز احمد عبد الباصط يحدثنا من الدوحة استأذنكم نروح لفاصل وهنرجع نكمل الكلام اهلا بحضراتكم مرة تانية طيب علشان تقدر توزن السوق بشكل عام اي سوق توزن اي اقتصاد في الدنيا لازم في عندك قوانين شديدة الوضوح وبمنتهى الجلاء تعمل ايه تحمي المنافسة وتمنع اي شكل من اشكال الممارسات الاحتكارية نهاردة مجلس النواب وافق نهائيا على تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية معانا على التليفون ست النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسقية شباب الاحزاب والسياسيين وكان عنده كلمة النهاردة مهمة جدا تحت قبة البرلمان باعتبر انك تعد قدامه اهلا 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 ست النائب اهلا بحداك استاذ يوسف وبحداك استاذ المشاهدين يعني مهمة شيئا استاذ يوسف استاذ يوسف ايه بس قل لي دلوقتي احنا كنا بنتكلم على مسئلات الموافقة النهائية لهذه التعديلات على هذا القانون وانا اشرت انه كان لك كلمة اصلا كمان على هذا الموضوع مدى اهمية تعديلات هذا القانون وايه ابرز التعديلات اللي هتضمن طول الوقت حماية حقيقية للمنافسة ومنع اي شكل من الممارسة الاحتكارية وبين قصين هو من الممكن المنع الكامل لأي احتكار اه بالفعل هو كان هي كانت المشكلة القائمة القانون القائم اللي هو رقم 3 لسنة 2005 اللي كان بينظم حماية المنافسة واللي كان من خلاله جهاز حماية المنافسة بيشتغل وبيرائب السوق طبعا من 2005 كان مشكلة القانون القائم انه ما كانش فيه المواطقة المسبقة على الارتكازات الاقتصادية ومعنى الارتكازات الاقتصادية هو اي حد بيستحوز على شركة قائمة او بيحضل اندماج لمجموعة مش شركات او اتحاد وتحالف التركز الاقتصادي ده قد يؤثر على هيكل السوق ويؤدي الى الاحتكار زي ما حضرتك ذكرت فالتعديلات واهم التعديلات اللي حصلت على قانون ثلاثة لسنة 2005 هو دلوقتي انه لازم يبقى فيه موافقة مسبقة طبل القيام باي تركز اقتصاد وده طبعا يعني ما ظهرش الا مع التطبيق العملي للقانون الحالي نحن بنتكلم على قانون من 2005 عد عليه اكتر من 19 سنة ودلوقتي مع اتجاه الدولة المصرية طبعا التحديات الاقتصادية مش بعيدة عن مرأة ومسمع الكل الدولة المصرية تسعى جاهدة جذب استثمرات وطنية واجنبية وده مش هيحصل غير لما حدك قلت ان انا كمستثمر لما حلاقي ان السوق ده فيه سهولة في دخوله اقدر اتوسع فيه فيه قوانين وتشريعات لتنظمه وتمنع الاحتكار فده اللي هيخليني ابدأ استثمر وادخل السوق طبعا القانون ده هيساعد بشكل كبير على تهيئة منصر الاستثمار وحيخليه بيئة جاذبة لان طبعا ده احنا بنتجه لاقتصاد السوق الحر وده مش هيحصل طبعا غير بحماية منافسة ومنع الممارسات الاحتكارية طبعا المشروع القانون بشكله الحالي وبالتعديلات اللي قلت حرك عليها هيزيل اي عوائق طبعا عن اي حد عايز يدخل ويخرج من سوق او يعمل توسع ومصر على فكرة كانت الدولة الوحيدة في المنطقة والدول القليلة اللي كانت قانون حماية المنافسة الخاص بيها ما كانش فيه مراقبة مسبقة على تركزات الاقتصاد طيب هنا يجي سؤالة سادة النات مسألة الجاذبية الاستثمارية من الاقتصاد الوطني للاستثمار سواء اذا كان استثمار محلي او استثمار عربي او استثمار اجنبي احنا هنا بنتكلم على استثمارات اجنبية مباشرة وبتكلم على استثمارات محلية ايضا الى اي مدى ده بيساهم او بيبقى ليه رد فعل على المستهلك النهائي لأي سلعة او خدمة مع حضرتك لما انت هتحد من عملية الاحتكار تركزات الاقتصادية دي لما بتؤثر على هيكل السوق بافتحوزها على نسبة كبيرة وتحكمها في السوق وبالتالي هتقدر تتحكم في الاسعار وبالتالي هيأصل على شقين الشق الاول ان هي هتمنع اي مستثمر يقدر يخش في السوق او يضخص استثمارات جديدة سواء مصري او اجنبي لانه شايف انه فيه تركز كبير اقتصادي في سلعة معينة او في منتج معين وهو قادر انه يتحكم في السوق فانت مش تقدر تنفسه فمش هيخش ولا هيستثمر ولا يفتح فرص عمل للناس وطبعا مع عدم قدرة دخول اكتر من مستثمر ده هيأثر على ان فيه حد واحد او اتنين متحكمين في السوق فمتحكمين في الاسعار وبالتالي المستهلك كمان حصل عليه ضرر لكن لما هتدي لجهاز حماية المنافسة من خلال تحديث البنية التشريعية بتاعت القانون القائم انت دلوقتي هتحدم التركزات الاقتصادية دي وان هي تحدث اي تأثير في السوق او تدمر لك حرية المنافسة او تقيدها او تضر بيها وطبعا المشروع ده حيساعد بشكل واضح وشفاف مع خطة الدولة هيشجع طبعا الاستثمار لان هو دلوقتي متطمن ان مش هيقدر لو انا دخلت في سلعة المام ما فيش تركز الاقتصادية حييجي من غير ما الدولة تضبطه وهيتحكم في السوق فيخرجني برا السوق او يحد بالتوسع وفي الاخر المستفيد هو المستهلك لان لما فيه اكتر من منتج او مصنع لسلعة معينة ده حيؤدي ان فيه تنافسه وبالتالي بقى الاسعار تنضبطه مباش فيه احتكار طيب معلش انا هطول عليك حبتين وانا عارف انك انت من ابناء النوم بدري جدا بس هنا هيجي سؤال وهو القانون هيقدر يقف قدام ما قد نطلق عليه ما بين قصين احيانا كرتل تجمعات اتحادات طيب التعبير المصري وايضا تعبير معروف علاميا الغرف انا ممكن اعود النهاردة في غرفة صناعة الكزا او غرفة تجارة الكزا هنتفق مع بعض على سياسة سعرية هنتفق مع بعض على رفع نسب اسعار هنتفق مع بعض على حبس منتج اتفقنا كده ما بقاش منافسة على حاجة لا ما هو القانون في الحتة دي محدد بمخبط يعني حتى هو في التعريف للتركز اقتصادي خطب تلت انواع النوع الاولاني هو اندماج شخص او اكثر بيقليهم طبعا مع الاحتفاظ الشخصية الاعتبارية يعني مش شرط انهم يمدمجوا زي ما حد قانونيا لا ده حتى لو حصل زي اتحاد ما بينهم في مشروع معين وتم اثبات الكلام ده او استحواز شخص على شركة كانيا ده بطريقة او التالت حاجة انشاء مشروع مشترك ما بينهم في سلعة معينة او نشاط اقتصادي بشكل مستقر ودائم لو ثبت الكلام ده بالملفات او بالاختراط لا فيه عقوبات راضعة مش بس كده ست النعيم النهاردة واسمح لي ان احنا هضرب المثل سوا مثلا هقول والله احنا هنعمل حاجة اسمها اتحاد غرف بيع مراجيح مولد النبي ماشي الناس اللي بتشتغل في مراجيح مولد النبي هم يوسف ومحمد اسماعيل ومحمد عبد العزيز واحمد فرغالي وهكذا خلاص هو احنا سبعة اللي بنشتغل في مراجيح مولد النبي نبدو دائما امام المجتمع ان احنا ايه متنافسين صح؟ وكل واحد فينا هيحط السياسة التسعيرية بما يضمن ان هو يبقى فيه عنده رواج ويقدر يحقق ارباح بس احنا هنيجي بعد كده قدام شوية نقعد مع بعض في الغرفة بص بقى احنا هنرفع سعر تسكرة مراجيح مولد النبي 30% امين عمليا انا كمستهلك اترفعت عليها الاسعار السؤال بقى هل من الوارد انه يتم عمل تعديل الماء على القوانين المتعلقة بالغرف الصناعية والغرف التجارية انها ما ترفعش اسعار غير بالتوافق وبالعودة للحكومة او بالعودة للبرلمان لا احنا كده بنخش في اختصاص جهاز اخر مهم في الحماية وضبط الاسوات اتكلم كده على جهاز حماية المستهل فاحنا بنتكلم على جهاز تاني خالص هو المنط به اللي هو برعبة الاسعار وزي ما احنا شفنا في موضوع مثلا السيارات وغيره وغيره وهو بيعمل اجتماعات فعلا معاهم ويبدأ يشتغل معاهم على وضع سياسة لا انا مش بتكلم دلوقتي على مسألة الجهاز انا بتكلم على مسألة انه هل القانون اللي احنا اشتغلنا على تعديله وتمت الموافقة عليه يحتاج ايضا انا بتكلم على فكرة تعديل لبنية الشرعية حتى تستقيم الامور وده شغل حضراتكم انا بتكلم على انه هل من الوارد ان انا كمان اشتغل على تعديل قانون الغرف ولا لا ولا مش على الاجندة لا هو حضرتك انت بتكلم ان الدولة المصرية بشكل عام حاليا بتعمل على تحديث كل التشريعات الخاصة بالملف الاقتصادي لان الملف الاقتصادي زي ما حدك عارف وشايف اديل تأثيرات الاقتصادية العالمية بعد الحرب الروسية الاوكرونية وغيرها وبعد كورونا وتصدير التضخم لنا احنا لسه ماشيين في توطين الصناعة لسه كنا بنتكلم اليوم في الجلسة وجود وزير التجارة والصناعة عن ملف توطين الصناعة وماذا اهميته وازاي نحط خريطة استثمارية للدولة المصرية من خلالها نقدر نجذب استثمارات طبعا انا متفق مع حدك تماما ان احنا حاجة لمراجعة كمان التشريعات الخاصة بجهاز حماية المستهلك وهل هي بتغطي هذه النقطة لا لان احنا في منظومة التحديات الاقتصادية احنا مش بنتكلم بس على تحديات الدولة المصرية في ايجاد مواد خام وتوتير اراضي ومجمعات صناعة احنا كمان في حاجة الى تحديث البنة التشريعية بشكل كامل حتى تتوافق مع التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية في الملاف الاقتصادية صحيح انا بشكرك جدا 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 نائب اسماعيل محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسائية شباب الاحزاب والسياسيين اه بس كده بس بضحك علي اصلا كلمة بس كده دي عندي مرتبطة موقف ملوش اي علاقة بلنا اقوله دلوقتي اه انا دلوقتي ده معاد فقرتي المحببة الى نفسي بالمناسبة ومع المركز المحبب جدا الى نفسي حقيقي والله مش هزار يعني اللي انا بحس انه مثلا وانا قاعد في بيتنا وكأنه في توارض خواطر ما بيني وما بين المركز الاعلامي لمجلس الوزراء قاعد عمال بفكر في حاجات والله انا بتكلم بجد مش هزار بفكر في حاجات اللقيهم باعتنهالنا بيعرفوا ازاي حقيقي شيء موزل طبعا الواقع او الحقيقة او الجد بقى اللي مش هزار هو انه الناس دي قاعدة بتشتغل بجد مش هزار يعني مش بيروحوا الصبح ما يعملوش حاجة الناس مخاها شغال هنعمل ايه النهاردة وبكرة وبعده ويبقى فيه خطط طويلة احنا رايحين نشتغل ده المركز الاعلامي المجلس الوزراء طيب ايه التقرير اللي احنا نجد نتكلم فيه حبا هذا التقرير او العرض المعلوماتي ما بين قصين انفو جراف هيسلط الضوء هنشرح مع بعض مصر عملت ايه من نجحات من تحولات في محاور وقطعات التنماء البشرية هلو كده خلال الثمان سنين اللي فاتوا من اربعتاشر لاثنين وعشرين التي تنتهي طيب ويا ترى يا هل ترى التموضع المصري وضعية مصر ما بين الدول العربية والافريقية فين طبقا للمؤسسات الدولية بيقولوا نحن الاكثر تقدما تعال نشوف كده مع بعض الاول العنوان ده اشهادة دولية جديدة بالسياسات التنموية للدولة المصرية حلوة مسألة جديدة لانها ليست الشهادة الاولى ولا التانية ولا التالتة ولا حتى العشر خلال ثمان سنين مصر حققت نجاحات وتحولات ايجابية بمحاور وقطعات التنمية البشرية تضاعها بين الدول العربية والافريقية الاكثر تقدما بتقرير او بتقارير الامم المتحدة وبيقولوا يا جماعة تغير ايجابي للتعليقات المتعلقة في مصر في تقارير تنمية البشرية الصدر عن المؤسسة الاممية تحالوا نحاول نشوف كده الكلام ده يعني بجد ولا ايه الحكاية ايه قصته تعالوا نشرح في 2014 يعني مع بعض انا عبرازين بيقول لي عايزنا ولا نحط ايه مع بعض انت بقى حسك الاخراجي والفني زيم الفنان روح وتعالي زي ما انت عايز الفجوة التنموية هل في حد يقدر ينكر ان كان فيه فجوة شديدة تلاتساع محدش ينكر شوف قبل 2014 كانت الامور عاملة ازاي جهود بزلت لرفع مستوى التنمية البشرية جهود السؤال بقى هل فضلت الفجوة متسعة فيما بين المحافظات وما بين الريف يعني الحضر والريف ولا لا اظن يعني لو ما كانش فيه فجوة ما كناش عملنا حياة كريمة حياة كريمة مشروع تنموي مش بس مشروع لبناء الريف يتعامل فيه شوية بيوت ويتعامل فيه شوية طرق وبنية اساسية هو مشروع تنموي متكامل وده بالمناسبة برضو كلام الامم المتحدة قبل كده يعني طيب لكن بكل المحاولات اللي كانت بتحصل بصرف النظر بقى حلوة وحشة نص نص الى اخره لازالت الفجوة الاجتماعية الواسعة الشاسعة العميقة يعني ما هيش بس فجوة واسعة عريضة هي شديدة العمق ما بين الريف وما بين الحضر حلو كده ما بين حتى بعض المحافظات وما بين العاصمة خصوصا فيما يتعلق بالفرصة انا لو من او انا لو عايش في بلدنا في قصيوت في سهاج في المينيا فرصتي يقي جوه هذا البلد مش جوه البلد بقى نجعينا ولا كفرنا ولا قريتنا فرصتي يقي جوه مصر هوصل لحد فين وازاي وحجم الجهد المجزول وهل بابزل الجهد اللي المفروض يوصلني لمكانتي الطبيعية ولا لازم ابزل جهد يوازي الف مرة ما يجب ان يبزل ويا جات يا ما جاتش دي مصر قبل 2014 طيب تعال نشوف في 2021 بجهود حقيقية حثيثة مضنية وقعية منطقية فاعلة حصل ايه؟ اتحط مبدأ اللي هو الحق في التنمية الحق في التنمية هنا هو مبدأ شام الجامع امبرالة مظلة الحق في التنمية ده فيه حق التعلم فيه حق العمل فيه حق ايجاد الفرصة الاستثمارية فيه حق حتى العلاج فيه حق التريض فيه الى اخير ما هو كل ده في الاخر خالص يساهم في ايه؟ في تنميتك انت كانسان يعني انت بتخيل انسان عمره ممارس اي رياضة حتى لو انه لعب كرة في الشارع ما اكيد في حاجة نقصة انسان عمره ممارس اي شكل من اشكال الفنون او الهويات في حاجة غلط استحالة طيب فمصر بدأت تشتغل بجد في تعزيز ادماج اولا بقى هنا المرأة جوه المجتمع القضايا بتاعة المرأة في السياسات المختلفة تعزيز دورها السياسي وتمكنها الاقتصادي ووضعها الاجتماعي وبالتالي بدأت الدولة وهنا بوده ده زكاء مهمة اوي حقيقي يعني مش الظهر المرأة يا سادة يا كرام هيش نص المجتمع ولا حاجة خالص المرأة اكبر من كده بكتير المرأة دايما هي المجتمع كله ليه؟ لانه النظرة النوعية واللي تحس ان فيها تصنيف كده فيه اوي يعني اللي هو ايه المرأة نص المجتمع نص بالنص والقصة برضه مش في عدد الموليد يعني حتى لو كانت المرأة سبعين في المية مش تبقى المرأة سبعين في المية المجتمع المرأة هي كل المجتمع لانه بمنتهى البساطة المرأة هي لاعب رئيسي في الانتاج الاقتصادي وان كنت لا تعلم ذلك يبقى عندنا مشكلة بجد وعلى كل المستويات وعلى كل المستويات وبالذات في المستويات الاقل حظا والطبقات اللي كانت تعاني من الظلم الدائم المرأة عمليا هي العائل الرئيسي بتاع الاسرة والبيت نهينا عن دورها كام ودورها في تربية هؤلاء الاولاد حتى يصبحوا في يوم من الايام بني قدمين عليهم الايمة منتجين جوه مجتمعهم عندهم اخلاق وعندهم عقيدة بصرف النظر عن شرعتهم ايه فالمرأة دور مهم فلما تبدأ الدولة تشتغل على المرأة ووضعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفكري وما الى ذلك وتغيير التنميط يعني النمط اللي موجود في الصورة الزهنية فانت تبدأ تغير هذا النمط تشيل هذه القطر المرأة المنكسرة المرأة حاضر يا سي السيد المرأة المهددة بالطلاق المرأة المهددة بالهجر المرأة المهددة بالحرمان من التعليم المرأة ايه يا عم في ايه من قالك ان المرأة دي العبدة بتاعتك لقا يبقى هنا ده بيعكس ايه فكرة دولة ناحية المرأة فاكر اما رحمة كنت بيقولك ان قردت انك تعرف يعني ايه جمهورية جديدة اوه بس واحدة واحدة كلنا نقدر نعمل هذا الكتاب هذا المؤلف نعود كلنا المية واربع مليون مواطن نعود نفكر في حاجة اسمها كده فلسفة الجمهورية الجديدة وده جزء من هذه الفلسفة المرأة خارج الصورة النمطية اللي كنا للأسف حطناها فيها طيب وهنا بدأت الدولة تقوم بتنفيذ مشروع قومي لتطوير قرى الريف المصري وتنميتها من خلال مشروعات في شتى المجالات وفي المركز المرأة في المركز دائما مركز المشروع الكبير ده طيب تعال نشوف البطالة قبل 2014 كانت عاملة ازاي معدل البطالة فضل يتزايد يطلع 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 وصولا لتسعة في المية 2009-2010-2010-2011 بقى اتنشر في المية كويس طيب انسى كل توجهاتك السياسية عشان دي ارقام دي حقائق دي ما فيهاش ازار طيب وهنا اقدر اقول لك انه ما تمكنتش الدولة من تخفيض او ما تمكنتش الحكومة انا زاك او الحكومات المتعاقبة طبعا انت فاكر من 2011 لحد 2014 الحكومات كانت نسمعها الحكومات المتعاقبة حكومات كثيرة يعني البطالة فضل تعملها بتزيد الحكومة بتحول تشتغل على تخفيض معدل البطالة مش عارفة تخفضه الى اي نسبة ولو ما عقولة بحيث انها تستوعب الزيادة السنوية في الداخلين الجدد لسوق العمل لانه في النهاية خالص بيبقى كل يوم فيه عندك مجموعات جديدة بتضاف الى سوق العمل يعني حتى وإحنا بنستخدم القوانين الخاصة بحماية الطفل ومنع عمل الاطفال وما اي لازمك بحيك 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 بح ذلك هو كل يوم في حد سنه بيبقى في سنة قانونية على سبيل المثال اللي بتمكنه من انه يبدأ يمتهن مهنة تماة ويحترف حرفة تماة كل يوم عيد ميلاده اول ما بيتمه كده خلاص تمام الرجل ده كده في السنة القانونية طب هل انا عرفت قبل 2014 اقلل النسبة دي لا طب هل انا عرفت افتح فرص عمل اصلا لا ها انت عشان تقلل النسبة لازم تخلق فرص صح طيب في 21 النتائج وبالمناسبة كل اللي بقوله لك ده كل ده ده الكلام بتاع الأمم المتحدة كل ده طيب هنا بقى في 21 الدولة بدأت أو الأمم المتحدة شافت ايه النتائج بتاعت تطور الأداء الاقتصادي في مصر مع برنامج أو تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية أدى إلى ايه؟ ما هو تاني الحقيقة والرقم دايما هم خير دليل ومثال ترجع البطالة الـ 7.5% يعني احنا في 2009 قبل 25 هدائر 2009-2010 كنا 9% حسب ما يقال طيب هعتبر أنه ما قيل أن ذاك حقيقة دمغة فأنت تيجي توصله في 2021 بقى بكل ما حدث سياسيا وأمنيا في البلاد من 11 لحد 14 و15 و16 بدأت الدنيا تهدى وتبقى فل تربيت ترتيب 1-2-3 هب وصلنا سنة 21 بقينا 7.5% يعني عمليا قليت بنسبة 1.5% عن ما قبل أي قلاق السياسية في البلاد 2009-2010 كانت البلاد بتنمي المغرب أنت تفهمين المصطلح معناقي طبعا طيب 2014 لإصلاح الاقتصادي احنا هنا شفنا الفجوة التنموية شفنا البطالة تعالى على الإصلاح الاقتصادي في 2014 أو ما قبل 2014 كان هناك احتياج حقيقي حاجة ماسة لوضع سياسات واستراتيجيات محددة لتخفيض الفقر لازم نتعامل مع هذا الملف لازم أقلل الفقر طيب بحيث إنه ينعكس ده على الاقتصاد بشكل عام معنا لما بقلل الفقر ده معناها إنه عملت إيه معناها إن أنا وفرت فرص عمل معناها إن أصبح فيه عندي دورة رأس المال معناها إنه ما نطلق عليه GDP أو الناتج القومي الإجمالي زاد فيما كده اقتصاد الدولة بيكبر كل مادي فرص عمل اقتصاد الدولة يكبر فيحصل إيه أنا لو عملت تمكين اقتصادي للناس يعني خلقت فرص عمل خلقت رواتب يعني دورة رأس المال في إيد الناس فأنا عملت كمان إيه بقى كده تماسك اجتماعي الراجل ده ما كانش بيبقى قاعد بالأسبوع وبالتنين وبالتلاتة وبالشهر وبالتلاتة مش لقي شغلانة ويدوب الشغل يبقى زي ما قولك كده شغل زهرات فيعد يطلع في غضبه على مراته وعلى ولاده فيحصل حالة إيه بقى هنا عدم تماسك جوا الأسرة وبتلع عدم تماسك اجتماعي يبقى لما أنا بحل الفجوة التنموية واروح أبدأ أحل مشكلة البطالة وبخلق أو بشتغل على إصلاحات اقتصادية بشكل عام وإصلاحات هيكلية فاروح أعمل إيه أزود فرص العمل فرص العمل زادت بقى فيه فلوس يبقى أنا عمليا كمان ده لازم عينعكس على التماسك الاجتماعي ده أمر طبيعي جداً الأمور مرتبطة ببعضها ما هيش منفصلة أبداً يعني طيب هنا أصبح فيه احتياج للتركيز على القطاعات الاقتصادية اللي بتشتغل فيها الفئات الأكثر احتياجة الفئات الأقل حظاً الفئات التي كانت منسية قبل 2014 واللي بالمناسبة كانت سوف تظل منسية لو ما كنتش كل حاجة تغيرت طيب إيه اللي حصل يا عم يوسف تعال نشوف في 21 مصر كانت بالفعل بدأت في تنفيذ برنامج وطني جريء للإصلاح الاقتصادي في آخر 2016 لو تفتكروا نوفمبر 2016 البرنامج ده نجح ولا ما نجحش تعال نشوف كده اللي حصل انه أصبح فيه عندي استقرار أولاً كده في الوضع الاقتصادي المصري أصبحت وضعية مصر من خلال ملف أو قضية التنمية البشرية أصبحت فين؟ بقيت قدام كده مصر كده قدام الجمهورية الجديدة قدام الدولة أهم حاجة عندي التنمية البشرية طب وثاني أهم حاجة التنمية البشرية طب وثالث أهم حاجة برضو التنمية البشرية أول خمس حاجات كده في ترتيبة الأولويات بتاعتنا التنمية البشرية ثم التنمية البشرية ثم التنمية البشرية ودي بقت بقرة الاهتمام بقت مركز العمل فبدأت تتطور قبل بقى من الجملة الحلوة دي عشان دي لنا ده المصطلح لنا دي من بستخدمه لما قلت لك كده ايه فلسفة الجمهورية الجديدة فطورت الفلسفة الحاكمة لإيه نظم الحماية الاجتماعية لازم نحمي الناس نحميه الأقل حظا الأكثر احتياجا الناس قبل 2014 ذهبت من الفقر إلى العوز فيه فرق كبير الفقر أرحم تخيل والله قبل 2014 وصلنا على العوز طيب فاللي حصل انه بقينا نشتغل عن نظم الحماية الاجتماعية بقينا عندنا اهتمام كبير للحفاظ على الأصول الحيوية وإصلاح منظومة الطاقة في مصر أنا عشان نخلق فورصة عمل بقى مستدامة لازم اعمل ايه افتح في مصانع ومشروعات ضخمة وما ايه لازم اكتبوا لحق مصانع هاتول صفحة التانية المشروعات الضخمة دي والمصانع الضخمة دي وعايز اوطن صناعات زي ما بيتكلم فخامة الرئيس وأصبح دا بنشتغل على دا بجد وانا كنت هعمل دا ازاي من غير محل منظومة الطاقة بتاعتي وأطورها طيب تعالى بقى باشا ناخد في الصفحة دي تحديدا اربع اربع محاور صحة ايه دا صحة دي عدالة اجتماعية هي سكن لائق برضو عدالة اجتماعية البنية التحتية حق البني قدم انه يبقى بني قدم فيبقى عنده بنية تحتية بجد بنية اساسية بتاقى مصر جد حقه عدالة اجتماعية التعليم حقه في التعلم عدالة اجتماعية تعالى نشوف قبل 2014 مصر كان لازم تاخد خطوات بجد في مسألة الصحة يا راجل فيروس سي مصر كنا ترتبنا تقريبا نمرة واحد على العالم حاجة كده في معدل الاصابة فمصر اصبحت خالية من فيروس سي وبقت نمرة واحد في العالم في الخلوة من الاصابة نفذة مصر برامج عديدة لعلاج الامراض بشكل عام وكافحتها طبعا زي ما قلت لكم كده فيروس سي دا بالنسبة لي انا يعني كانوا زي ما نقول لك الهند بالنسبة للامبراطورة قلت لك درة التاج البريطاني بنقولوا كده عن الهند اه فيروس سي دا بالنسبة لي هو درة مش التاج المصري درة الجمهورية الجديدة درة الجمهورية الجديدة صحة المصريين ده اللي حصل في 21 بنيت تحتية لو انا قعدت اتكلمت معاك عن البنية التحتية في ناس كتير ممكن تزعر في ناس ممكن تفرح لانها تاخد الموضوع او الامر بموضوعية شديدة هضرب لك مثال بسيط عشان تبقى فيه حضرتك عارف الصرف الصحي في مصر في الريف المصري تحديدا قبل ما تتعامل البنية التحتية او العمل في هذا القطاع بمنتهى السرعة والقوة قول لك على الصرف الصحي بس بدأنا متقفين و14 بقى بنشتغل طب قبل 2014 احنا كان صرف الصحي في الريف عندنا قد ايه 15% وما هوش رقم تاني هو 15% الريف ما كانش فيه صرف الصحي 15% تخيل الريف يا راجل اللي عايش فيه اكتر من 60% من المصريين او تقريبا 60% من المصريين ما كانش عندهم صرف صحي كان 15% منهم بس يعني بالعدد الحالي لو فيه عندي 60 مليون 9 مليون بس اللي كان عندهم صرف الصحي وسكة 9 مليون بس تيجي تقولي طيب شوف بقى طبعا حدنا بنتكلم بنية اساسية يعني كل حاجة بنية صحية دي بنية اساسية دي يعني طرق ويعني صرف الصحي ويعني مية شرب نضيفها ويعني الكهرباء ويعني التليفونات ويعني الانترنت حدوتها يعني البنية الاساسية دي طيب ايه اللي حصل في واحد وعشر دي اصبح فيه عندنا رؤية حقيقية للتنمية في البلاد تطوير بنية حقيقية بنية تحتية بجد لانه انا من غير بنية تحتية مش هقدر اعمل حاجة مش بس مش هعرف اجيب استثمر من برة ولا من جوه او مين رجل اعمال اللي هيروح يستثمر في حتة لا فيها طريق ولا فيها كهرباء ولا فيها مية ولا فيها صرف ولا فيها صرف اصناعي ولا فيها صرف ازراعي اللي هو مشروعاته ازراعية او انتاء غذائي وما يلزق او تصناع غذائي الاخره ايه روح يعمل ايه يعني يعمل ايه ولا حاجة زالي بيحرط في بحر ولا حاجة ده اللي كان لازم يتعامل من زمان قوي بس ده اللي يتعامل في ثمان سنين علشان تيجي الفلوس علشان المستثمر الوطني يعرف يشتغل علشان المستثمر العربي يجي ينورنا علشان المستثمر الخواجة يجي شهيصنا بمنطقة البساطة كده شهيصنا اي شهيصنا يعني طيب سكن يه انا عايز بس الناس تتذكر بالذات اصحاب الحناجر العريضة العميقة التي تبرز من الاعناق تفاحة قدم اللي قد كده لي يكلمني كده على صخرة الدويقة يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب ولا عزبة الوالدة هو ده اللي كان المفروض احنا في مصر يعيش فيه يعني احنا نعيش كده احنا مصر ازاي يعني انا متذكر كويس ويمكن حتى مرة لما فخمت الرئيش شرفنا بالمكالمة فسألته نصا كده يا فندم انا طول الوقت طول عمري كنت كده طول عمري نفسي اسأل سيادتك ليه اول ملف سيادتك اشتغلت عليه كان العشوائيات الخاطرة واجد سكن لائق فعزون الرئيس اوضح هذه النقطة تعالها هلخص حالك هنا اهو الناس كانت بتعيش سكن مخيف طب هو سكن المخيف ده اللي هو لا ادمي بالكلية ما يقتربش من الادمية في شيء ما يقتربش يولد سلوك ايه يولد ثقافة الايه طبعا لن يولد الا كل ما هو سيء واللي يطلع مختلف ده ده معجزة من معجزات الخالق سبحانه وتعالى معجزة حقيقية ناس قاعدة في بيوت مش بتاعة البني ادميه ولا بتاعة الفراخ عايزوا يطلع ايه وازاي يتسبب كده وعشان السؤال ازاي تسبب كده مصر غيرت فتعاملت بقى كل الجهود اللي حضرتك شفتها علشان يبقى فيه سكن اهلين ويبقى فيه البشاير ويبقى فيه الاسمرات ويبقى فيه الخيالة ويبقى فيه كل ده ولا رودة سيدة على رأيك يا عظيمة لا هو احنا هنقعد نعد في عشرات المشروعات اللي من النوع ده السكن اللائق ابسط حقوق البني آدم يسكن يا ناس اربح طان يا جدعان التعليم العدلة في التعليم دي واحدة من اهم الحق زيزة العدلة في الصحة كده من حق البني آدم انه يتعلم ويتعلم كويس النظام التعليمي في مصر طبعا طبعا كلنا نستطيع ان نتحدث ولا حرج على قبل 2014 كانت الاوضاع عامل ازاي وهفكرك بنسبة احنا كان عندنا معدل الكثافة العامة في الفصول في المدارس الحكومية في مصر قبل 2014 وصل الى 87 طالب في الفصل اي نعم 30 سنة الدهب اللي احنا كنا عايشينهم دون اش حرف يا ربي بس احنا كنا ازاي ازاي احنا كنا عايشين عيشة فل مش ممكن طيب ايه اللي حصل انا عايزك تخش على موقع رياسة الجمهورية انا هسمع كلام اللي قاله رايز بالزبط كده تعالي نخش على موقع رياسة الجمهورية تعالي نخش على موقع بتاع مجلس الوزراء ونشوف كده مصر تبنى فيها كام مدرسة يا راجل يا طيب من 2014 لحد النهاردة عشان ميجي حد يقولك ايه كان يجب ان تتوجه الاستثمارات الى التعليم والصح اهو كان يجب ان تتوجه التعليم الى التعليم والصح اهو برضو شفت الصح ايه والتعليم اهو وانت متصور ان البلد اللي كانت 90 مليون بني ادم 95 مليون بني ادم في 2011 النهاردة بقت 105 مليون بني ادم 10 مليون بني ادم عايشين على سطح هذا الكوكب جوه جمهورية مصر العربية انت متخيل يعني هما لسه في نفس المدارس هي هي مضغيقة يعني بش حاجة زادت طب والناس اتعالجت ازاي من الفيروسات مثلا يعني والطعامت ازاي من الكورونا مثلا يعني فاكرين التشكيك في قصة مش هنعرف نطعام الناس مصر هتضيع يا جماعة هيعرفوا يعالجوا ازاي وناس تطلع وكله بقى كان بيصولوا يا جون لما جات الكورونا طبعا الناس بقى دوا طالع في اين التطعيمات بقيت وزارة الصحة بتدلل على التطعيم والنبلة الطعم مش فاضي في تطعيم في المولات وفي متر الانفاء ما بنزلش من بيتنا انا جاي لك البيت والدتي ستة كبيرة على راسي هنطعامها في البيت ابني نولو هنطعامه مش نولو قوي يعني ان التطعيم بيبقى على سن مهدد وهننزل بالاعمار هنشوف بظبط الصحة العالمية بتقول ايه التطعيم بقى عندنا ايه بخازن والله الوقت الجريبية برضو كما جرت العادة حاضر الروح لتلاتة يا الله بينا بعدين روز مش انت قلتلي خد راحتك قلنيني خدت راحتي هون طيب تعالوا نشوف فماش يا ستي روز بقولي خد راحتك برضو لا مش قوي كده عشان برضو عندنا موضوع مهم جدا ووظيف كريم يعني ايه نورنا النهاردة قبل 2014 ايه حجم المشاركة الشبابية مش بقولك بقى التطوع بس حجم المشاركة الشبابية في العمل العام يعني اقتصاديا وسياسيا وحياة عامة وما الى ذلك شبان خرجوا وقالوا يا جماعة احنا مش ممثلين احنا مش حاسين بدورنا في هذه الدولة احنا طول الوقت مهمشين احنا بيتم التعامل معنا على شوية على اننا شوية عيال احنا ليه ما يبقاش فيه مننا محافظين وما يبقاش فيه مننا وزراء ما يبقاش فيه مننا نواب محافظين ويبقاش فيه مننا مستشارين ويبقاش فيه مننا مستشارين لوزارات يعني المستشار مش القضاء يبقى ليه على القضاء ما يبقاش فيه ليه مننا رؤساء هيئات وما يبقاش فيه من يا رجل يا طيب كل الكلام ده كان قبل 2014 ومن قبل 2011 وكنا بنقعد يعني خلاص دماغنا خبطناها في السقف مش بس في الحيط الله يا رجل ده انت دلوقتي بقى فيه عندك محافظين في الاربعينات ونواب في التلاتينات نواب محافظين سيبك من بس مجلس النواب دي حدوتة تانية تروة طيب تروة تروة بجد يعني الله ده انا عندي وزراء اربعينات بعد قبل كده طبعا احنا كلمة وزير دي اما تتمي الستين ان شاء الله ده زمان انا اقدر اقولك مثلا صديقنا وزميلنا البرلماني سابقا سادت الوزير احمد سمير وزير الصناع الحالي ده رجل 47 سنة احنا كنا قديمه ستين بقى وانت طالع اللي هو تبقى انت اصلا تعبت يعني ستين ده انا عايز استريح الله العظيم يعني ستين ستين ده يعني يا ده بقى ودلعب مع احفادي في يوم من الايام يا رب والله واخبالك طيب منتديات شباب وشباب مصر وشباب العالم وملتقيات وتلاقي شبان يا رجل انا عايزك تبص كده على المنظومة بتاعت التأمين الصحي الشامل مسكها مين واعمرهم عندهم قد ايه بقى لابص على حياة كريمة وشوف المنصقين بتوع حياة كريمة في كل المحافظات والتنسيق العام لحياة كريمة بقى شوف الأعمار عاملت ازاي؟ شوف الأعمار بتاعت المحافظين ونواب المحافظين شوف أعمار الوزراء هو زي ما بقولك شوف الأعمار بتوع المجلس النيابي من غرفة ايه؟ ايه؟ ده حاجة تانية خالص خالص بس تحدثت الدولة زي ما انت شايفت مجموعة بقى من الأليات والمؤتمرات والمنتديات أصبح بيحضرها آلاف آلاف من المحافظات في مصر الله ومن إفريقيا الله ومن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ما انت كلس عندك منتدي يا شباب العالم في يناير اللي فاته هو ولسه اللي جاي كمان احنا هنا بنتكلم على دورة واثنين وتلاتة واربعة تعالوا نشوف ريادة الأعمال أصبح في عندي بجد جزء من الثقافة المصرية انه يبقى في عندي رواد أعمال جزء من الثقافة المصرية انه يبقى في عندي شبان صغيرين من وهم طلبة في الجامعة بيعملوا شركات نشأة بين قصين ستارتاب مش الناس اللي بتحدي الإنجليش قوي دي مش عارف ايه حكاية ستارتاب دي ما كنا بنقول شركات نشأة ايه ايه ستارتاب 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 طيب الاستدامة البيئية طبعا بص كل اللي أنا أقدر أقوله لحضرتك انه قبل 2014 هذا المفهوم يكد يكون مفهوم ورقي موجود ان احنا عندنا حاجة اسمها وزارة البيئة زمان بس وكانت وزارة البيئة زمان دي في رأي المتواضع يعني وردة في عروة الجاكت يعني عشان نقف قدام العالم وعندنا وزارة البيئة وبالمناسبة تولى مقاليد هذه الوزارة ناس كلهم زي الفل كلهم ده حقيقي والفريق بتاعهم جو زاكن وزاي الفل الناس دي كلها مشت الناس دي يعني كلها دواتي بأسات زي جامعة ومحاضرين أو أيا كان كويس لكن دي الحقيقة والناس دي كنت بتشتكي يا جماعة احنا موجودين حاسي هم اللي كانوا بيقولوا احنا وردة في عدة وقت الشاكتة مش حاجة بتحصل مش حاجة بمعنى كلمة الناس في مصر كان بيجي لها تحجر رئوي زي صباح الفل ابقى اشرح لك التحجر رئي عشرين واحد وعشرين مصر بقت واحدة من أكثر الدول نشاطا في مسألة الاستدامة البيئية فوصلنا إلى أنه احنا أصبحنا المرشحين الأول لإستضافة قمة المناخ عشان كده نظمنا هذه القمة فشار مشيخ القمة سبعة وعشرين مش بس كده بقنا أول قمة تنفيذ من ساعة ما انطلق الملف في 92 أول قمة تنفيذ للدرجات دي مصر اتغيرت إلى هذا الحد طيب تعال نشوف صفحة أربعة في صفحة أربعة هتشوف بقى هنا بقى مجموع النقاط طيب مين اللي حسب النقاط دي UNDP Human Development Report من 2015 Human Development Report عشرين واحد وعشرين عشرين اتنين وعشرين حلو كده؟ طيب أهو قدامك UNDP طيب اللي هو United Nations Development عند إيه بقى P بعد إيه المهم تحسن ترتيب ومجموع نقاط مصر بمؤشر التنمية البشرية حداشر مركز سيادتك تقدمتهم كنت في المركز المية وتمانية بقيت المركز سبعة وتسعين طيب تعالى مثلا نشوف دا تقدم مصر في مؤشر التنمية البشرية طيب تعالى نشوف تقدم مصر في مجموع نقاط المؤشر انت كان مجموع نقاطك صفر فاصل تسعة وستين بقى مجموع نقاطك صفر فاصل تلاتة وسبعين كويس؟ زيادة متوسط سنوات الدراسة احنا كنا ستة وستة من عشرة بقينا تسعة وستة من عشرة يعني المتوسط العام بتاع دراسة الأفراد في مصر يدوب ست سنين ومص فعلشان اشتغلنا على مسألة التعليم واشتغلنا على مسألة المدارس فبقينا تسع سنين ونص طيب تخيل مصر أم وتمن تلاف سنة حضارة متوسط سنين التعليم بتاعها كان ست سنين ونص وبرضو بتطلع عبقرة أم لما بقى تسع سنين ونص تطلع ايه؟ طيب انخفاض مؤشر عدم المساواة في التعليم كنا أربعين وتسعة من عشرة بقينا ستة وتلاتين وتسعة من عشرة زيادة ايه زيادة دي؟ زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي كنا عشر تلاف خمسمية وتناشر دولار بأحداشر الف سبعمية اتنين وتلاتين دولار ده هنا بمعادل القوة الشرائية بالدولار ده زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الدول دي كلها متوسطات حتى لا يؤول الكلام في غير مواضع طيب تعالى بنكمل فيه ترتيب ومجموع نقاط مصر بمؤشر التنمية البشرية نكمل فيه بعض برضو المؤشرات يعني بتاعة المؤساوى ما بين الجنسين التحسن في دليل التنمية حسب الجنس النوع يعني احنا كنا صفر فاصل ستة وتمانية احنا ده بالنقاط طيب بقينا صفر فاصل تمانية وتمانية تعالى نشوف طيب الفوارق ما بين الجنسين احنا كنا في المركز 131 فتقدمنا 22 مركز في التمان سنين دول فبقينا 109 ده معناه ان احنا اكيد محتاجين نشتغل اكتر مفيش خلاف طيب تعالى نشوف بس نقوله معناه ايه ان احنا اشتغلنا كتير اوي دول 22 مركز تقفزنا 22 مركز طيب تعالى نشوف زيادة متوسط زيادة السنوات الدراسة للإناث مصر كان متوسط سنوات الدراسة لدى الفتيات عندنا خمس سنين واربعة من عشر بقينا تسع سنين وتمانية طيب زيادة نسبة الإناث الحاصلات على جزء من التعليم الثانوي على الاقل يعني اولى سنوي او تانية سنة واش لازم تبقى ادى السنوية العامة يعني ده في الفئة العمرية عندها 25 سنة وانت طالع لحد 2014 كان 43 في المية وتسعة من عشرة فقط لا غير من النساء المصريات اللي عندهم 25 سنة وانت طالع يدوب واخدالها سنة من سنوات السنوي او سنتين بالكتير وصلنا الفين واحد وتمانين وستة من عشرة ده في واحد وعشرين اتنين وعشرين بتخلصها هين طيب زيادة النسبة المقاوية اللي بتشغلها النساء في المقاعد البرلمانية 2014 كانوا اتنين واثنين من عشرة احنا زدنا عشر اضعاف لا اكتر كمان عشر اضعاف ونص بقينا اتنين وعشرين وتسعة من عشر من اتنين واثنين من عشر وصلنا الى اتنين وعشرين وتسعة من عشر انت عارف في تلاتين سنة كنا بنسمع جملة تمكين المرأة المرأة تمكين تمكين المرأة المرأة لا الحقيقة كانت ممكنة جدا فالتمثيل البرلماني حتى 2014 لم يزد عن اتنين واثنين من عشر لما حصل جهود حقيقية في مسألة شوتيمة نقعت كده وعمل نفسي برينس وحطت ايه على الكرسي لما حصلت جهود حقيقية فعلا للتمكين السياسي للمرأة داخل البرلمان النسبة بقت عشر اضعاف ونص اتنين وعشرين وتسعة من عشر طيب وفيات الامهات احنا هنقولك النسبة لكل مئة الف ولادة حية كان عندنا خمسة واربعين في المية نزلنا الى سبعة وثلاثين في المية وبإذن الله يا رب تبقى زيره في يوم من الأيام رقم سبعة نعيني على الساعة فأهو والله ستة اه ستة رقم ستة شفتيني هنا بغير طيب مصر هي تاني اكتر دولة عربية تحسنا بمؤشر التنمية البشرية تاني اكبر دولة بكل الظروف اللي احنا مرينا بيها دي قلاقل سياسية لا احنا مكانش عندنا قلاقل احنا مكان عندنا انعدام في الاستقرار السياسي لا يوجد استقرار مش مجرد قلاقل لا يوجد اي شكل من اشكال الاستقرار السياسي من 11 الى 14 احنا كنا مفيش حاجة اسمها استقرار سياسي واللي يقول لك غير كده بيهجص عليك كانش عندنا حاجة خالص طب وامنيا نحن عدنا تقريبا لـ 2016 هنتجنن من اللي بيحصل الإخوان والإرهابيين ويبتاق يا رجل طيب إلا أنه برغم كل ده زي ما أقولك كده واستمراره تقريبا لحد 2016 بنت الدنيا تهدم عانا وبدأنا نشوف في مار الحرب على الإرهاب واحدة واحدة برضو انت اشتغلت شوف بقى إيه مؤشر التنمية البشرية احنا نمر اتنين على المستوى العربي مركز الأول دولة الإمارات العربية المتحدة مصر مركز التاني البحرين التالت فلسطين الرابع السعودية الخامس مغرب السادس جزر القمر السابع العراق استقرار ماشي الحال طيب هل هو متحسن ولا متراجع اللي بالأخضر ده متحسن طيب متحسن قد ايه؟ ده بقى الأرقام اللي أنا بقول لها 15 مركز الإمارات قفزة 15 مركز مصر قفزة 11 مركز البحرين قفزة 10 مراكز فلسطين 7 مراكز السعودية أربعة المغرب تلاتة الجزر الأمر تلاتة العراق مع زي ما هو سابت طيب تعالى بقى نشوف بلادنا لحولها تخيل لبنان طبعا أنا اللبنانيين عارفين أنا أحب لبنان قد ايه يعني لبنان للأسف الشديد متراجعة 45 مركز في مؤشر التنمية البشرية يا أخي تيجي تشوف اليمن 23 مركز الأردن 22 مركز سوريا 16 ليبيا 10 قطر 10 الجزاير 8 السودان 5 جيبوتي 3 موريتانيا 2 سلطنة عمان 2 الكويت 2 تونس مركز تراجع وخالي بيلك ده ما يفرحنيش على الإطلاق أنا أتمنى أن كل الشاشة دي تبقى نونها أخضر أتمنى بس أتمنى بأن المركز الأول وهيحصل وهتشوفه طيب تعالى بقى مصر ضمن عدد محدود من الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة على مستوى القارة الإفريقية عايزك تتفرج على الأول مفتاح الخريطة زي ما كنا نقول عليه زمان أخضر غامق هي تنمية بشرية عالية جدا الأخضر الفاتح هو تنمية بشرية مرتفعة بس مش جدا طيب الأصفر تنمية بشرية متوسطة الأحمر تنمية بشرية منخفضة أما اللون الأخير اللي أنا أظنه بني شفت أظنه أظنه بني فهي بيانات غير متاح درمادي أوعى جماعة يكون جال لا نقدرت إيه ده أنا كده دخلت في عام ألوان ولا إيه هي دي مشارف التمانية واربعين طيب إحنا أخضر فاتح مش بقولك تنمية بشرية مرتفعة جدا إحنا تنمية بشرية مرتفعة طيب مين الأخضر الفاتح؟ مين اللي إحنا في إفريقيا سوى؟ وبالمناسبة أنا أعتقد أن إحنا مركزنا الأول إفريقيا أعتقد ذلك يعني بس بص كده مصر ليبيا الجزائر جنوب إفريقيا وتونس مصر ليبيا تونس الجزائر جنوب إفريقيا إحنا واحد اثنين ثلاث اربع خمس دول من أربعة وخمسين دولة إفريقية اللي تحت دي يا جماعة دي سأ لأ فيه واحدة دي ساح للعالم اللي أنا مش شايف مش شايف الاسم طبعا لأنه أنا مش لبس النظارة فمش شايف خلص لأنه أهو استنوا كده لا 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 على أخضر على الجانب الغربي من إفريقيا مطلع على المحيط الأطلنطي أنا كده عندي السودان جنوب السودان بس بحاول أخدها بالخرايط جنوب إفريقيا هقولها لكم بس المركز فيها عشان طبعا أنا مش شايف كواس من بعيد من النظارة المهم يعني طيب هذا المؤشر هو يصدر المؤشر بتقرير التنمية البشرية اللي بيقدم مراجعة ومنهج للنهوض بحياة الإنسان ورفاهيته هو ده المعنى بتاع التنمية البشرية أنا عايز أنهض بحياة الإنسان وبمعدل الرفاهية بتاعته الجمهورية الجديدة قدمت لينا كل خير مركز الإعلامي بتاع مجلس الوزراء قدم لنا كل خير أهو لحضرتك شايفه دي الأحصائيات اللي مطلعها الأم المتحدة دي مش مطلعها مصر ولا مطلعها السعودية ولا الإمارات ولا الجزائر ولا الأردن ولا أي حاجة دي الأم المتحدة وإحنا أكيد مش البوع بوع بتاع الأم المتحدة يعني أروح لفاصل وارجع بعد الفاصل مع فقرتنا الرائعة ودكتور علي عبد النبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق وخبير الطاقة النووية هنتكلم على إيه؟ عايزين نتكلم على نتائج المؤتمر العاشر للتشغيل الآمن والاستخدامات السلمية لمفاعلات الأبحاث النووية عايزين بقى نتكلم على حاجات بتاعتنا نشوف إحنا وصلنا لحد فين وفاصل ونكمل الكلام